أكد سعادة الدكتور محمد مبارك بندينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على هامش مشاركته في المؤتمر السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أكد على ما حققته مملكة البحرين من قفزات كبيرة في المجال البيئي بندينة أشاد بما تضمنته كلمة سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه وفد مملكة البحرين في المؤتمر السادس والعشرين لتغير المناخ وما تضمنته من أهداف سراتيجية تشكل مسارات عمل آنية ومستقبلية للقطاع البيئي في مملكة البحرين منويا بما أعلن عنه سموه من التزام البحرين بتخفيض الانبعاثات بنسبة 30% من خلال مبادرة إزالة الكربون ومبادرات تعزيز كفاءة استخدامات الطاقة مضيفا أن البحرين حريصة على المشاركة في مثل هذا الحدث المهم والتواصل إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة لتحقيق أفضل النتائج والتوصيات الإيجابية التي ستناقش في المؤتمر وذلك من خلال اللقاءات والمناقشات مع الجهات ذات الشان لتلبية الأهداف والطموحات المنشودة ترجمة نانسي قنقر